للمزيد معنا من إسطنبول أحمد كامل المنصق الإعلامي للاقتلاف الوطني السوري المعارض أستاذ أحمد أهلا بك بداية تابعت ما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم في برلين مع المستشارة الألمانية لا يمكن الأسد أن يستعيد شرعيته هل هذا الكلام يطمئن المعارضة السورية بشأن الحل السياسي في إطار اتفاق جينيف 2 كثرة الحديث عنه في إيرلندا الشمالية واليوم رئيس الوزراء البريطاني أشار إلى ذلك في مجلس العمومة كمبدأ وكأطار لما يمكن أن يجري في جينيف هذا طبعا مطمئن أن يقول الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الفرنسي وكل المسؤولين في العالم الحر الذي يبدو أنه لا يشمل روسيا التي ما زالت تعيش في الماضي ما زالت متمسكة بنظام استبدادي كأطار هذا مطمئن ولكن هناك مشكلتين أولا كما قلت أن تنضم روسيا بوضوح إلى هذا الخيار أن نظام الأسد قد انتهى وأن بشار الأسد لا يمكن أن يبقى في سوريا وثانيا كيف يمكن أن ننفذ عمليا هذه الرغبة الدولية ورغبة السوريين بالدرجة الأولى نحن متأكدون من أن ذلك غير ممكن تنفيذه عمليا إلا بتغيير موازين القوى العسكرية طالما أن النظام مسموح له أن يفتح البلاد لغزو أجنبي وهذا يعني مؤسف جدا أن البيان الذي صدر عن قمة ثماني لم يشر أبدا إلى الغزو الذي يقوم به حزب الله وإيران للأراضي السورية وأنهم لم يعتبروه حتى من ضمن الإرهاب فإذا كإطار عام هذا مطمئن ولكن كيف ينفذ عمليا يجب أن يسلح الشعب السوري ويمكن من الدفاع عن نفسه لكي يمكن تطبيق هذا الإطار في رأيك أستاذ أحمد الحديث عن الدعم العسكري والتغير للولايات المتحدة الأمريكية فيما يطلق بتسليح المعارضة الموقف بريطاني حتى الآن يعني متردد بانتظار أن يحصل على موافقة البرلمان هنا بيعتقد أن إذا ما تمكن المعارضة المسلحة من الحصول على الأسلحة الأمريكية أو من الجانب العربي ستكون قادرة لتحقيق ذلك التوازن ما يدفع الجانبين النظام والمعارضة إلى طاولة المفاوضات وفق معادلات جديدة الجواب هو نعم بالتأكيد تسليح المعارضة السورية بأسلحة نوعية بمضادات الدروع وبمضادات الطائرات ونحن لا نحتاج لمئة دولة لكي تقوم بذلك يكفي أن تقوم بذلك دولة أو دولتين أو ثلاث دول وفي الحدود الدنيا يمكن لدولة واحدة يكفي لدولة واحدة أن تقوم بهذا العمل لكي يستطيع الشعب السوري أن يدافع عن نفسه وأن يفرض على النظام طالما الجميع يقول لا مستقبل لهذا النظام كيف يمكن إقناع النظام بذلك فقط بالقوة العسكرية يستحيل أن نتخيل أنه يمكن إقناع النظام بالرحيل أو رأس النظام بالرحيل بمفاوضات أو بمحاضرات أو حتى بكلام جميل يجب أن يفهم النظام ذلك بالقوة العسكرية سيد أحمد هل تشعرون أن الإدارة الأمريكية غير معنية بأن تحقق المعارضة المسلحة النصرا بقدر أن يكون هناك توازن كما ذكرت يدفع النظام ويدفع المعارضة إلى المفاوضات هل هذا مطلوب أو ممكن أو مقبول من وجهة نظريكم التجربة العملية أثبتت لنا أن هناك الكثير من الدول أو ما يكفي من الدول المستعدة لتقديم السلاح للشعب السوري للمعارضة السورية لكي يدافعوا عن الشعب السوري بمواجهة هذه المذوحة التي يتعرضون لها ولكنهم كانوا ممنوعين من الفيتو الأمريكي فما يمكن طلبه من الإدارة الأمريكية في الحد الأدنى أن ترفع الفيتو الذي تفرضه على دول أخرى لكي تسلح الشعب السوري وهو سيستطيع الدفاع عن نفسه لا أحد على الإطلاق لا يطلب تدخلا عسكريا ولا يطلب جنودا أجانب في سوريا فقط المطلوب أسلحة نوعية تمكن الشعب السوري من الدفاع عن نفسه إما أن تقدمها الإدارة الأمريكية أو تسمح لدول أخرى مستعدة لفعل ذلك بأن تفعل ذلك وهناك مؤشرات بأنها قد سمحت فعلا لدول أخرى بالقيام بذلك أشكرك من إسطنبول أحمد كامل المنصق الإعلامي للإئتلاف الوطني السوري المعار شكرا جزيلا لك أحمد